الموقف الذي حدث في الخليج إن كان لدولة الإمارات أو للسعودية هو واضح للجميع وتهديد أو فعل حدث أو وقع على الأرض في الدولتين هل يمكن أن نخرج من القمم القادمة بموقف موحد أم اختلاف المواقف بين بعض الدول قد يعطي الخروج هذا الموقف الموحد؟ قبل أن أتطرق إلى مسألة الاختلاف في الرؤى بين الدول المدعوة هناك دول مدعوة لديها شواغل طاغية داخلية لديها أو جغرافيا قريبة جدا منها فلا نستطيع إلا أن نتخيل دول متجردة من مصالحها المباشرة ورايح تتكلم على الخلاف الخليجي الإيراني ومطلوب منها أن تدعم أو أتخيل أن الناتج النهائي لمثل هذا اللقاء المطلوب هو مباركة أي ديبلويمنت أو أي إيجاد قوات أمريكية على الأرض في المنطقة الخليجية والسماح بأن تجوب السفن والبوارج الأمريكية هذه المنطقة توخيا لاحتمال هجوم إيراني أو حماية للدول الخليجية الحليفة للولايات المتحدة الأمريكية أنا ظني أن مثل هذه اللقاءات على المستوى الخليجي والمستوى العربي قد تثير بعض الهواجس والترددات لأن جميع الدول العربية لديها شواغلها الطاغية اتنين أن الشاغل الأكبر للجميع وهو القضية الفلسطينية وصفقة القرن المزمع الإعلان عنها في غضون أقل من شهر قد يكون كل هذه الترتيبات جزء منها تمهيدا لما قد تعلنه واشنطن من ترتيبات وأفكار جديدة للعلاقة ما بين دول المنطقة ومن بينها المستقبل المتوقع للفلسطينيين في هذه المنطقة فإذا كنا نتكلم على أشياء تشترك فيها مصالح كل الدول المدعوة فهذه هي المشكلة الرئيسية المشكلة الأخرى التواجد الإيراني الكثيف والتوسع في مناطق عربية ذات مصالح عربية وبالتالي التواجد الإيراني في سوريا التواجد الإيراني في لبنان التواجد الإيراني في اليمن في العراق طبعا في العراق طبعا أولا أعتقد أنه ده من المهم جدا أن نحنا نهتم به بس بنفس القدر يصبح عندنا اتساع لاحتمال أن نناقش أيضا التوسعات التركية في المنطقة التي تهدد بها بعض مصالحنا الوطنية المصرية في غرب جمهورية مصر العربية أي يعني في الأراضي الليبية أو هناك مشكلات أخرى ممكن تكون لإيران بعض الآياد فيها موجودة في بعض المواقع الأفريقية المهمة أنا أظن أن القمة دي لابد من إدماجها في شكل ما مع الأطراف الإسلامية الأخرى الأكثر فاعلية والأبعد عن التعرض لأزمات ذاتية يعني إندونيسيا وماليزيا ودول إسلامية أخرى تستطيع بدبلوماسية هادئة عاقلة أن تفك بعض التلاصم يمكن إسناد بعض الأدوار إليها لصالح تهدئة الأمور يمكن أن تكون هناك أطراف أخرى إسلامية لديها قدرات وأفكار تطرح في الإطار الإسلامي كما تطرح في الإطار الخليجي كما تطرح في الإطار العروب ولكن سعد سفير يعني عندما يطلق على القمم القادمة قمم طارئة فأليس معنى ذلك في عالم التكنولمسي أنها محددة بقضية معينة أو بموضوع معين وليست شاملة لكل القضايا آه طبعا لك حق أن أنا بختار لها تعبير أنها قمة طارئة أن أنا أبحث فيها موضوع واحد ولا أنصح أطراف أخرى أن تدخل قضايا أخرى إلى جانب هذا الموضوع والدول وهي تأتي بممثليها على أعلى مستوى إن كان قمة أو على مستوى الوزراء أو على مستوى المندوبين لابد أن ترعي أن تأخذ في الاعتبار هذا يعني العلاقة مع السعودية كمضيف لهذه القمم لا تحتمل مفاجآت ولا تحتمل يعني إحراج فلابد أن يكون لدى كل الدول التي ستأتي إلى هذه القمم تلبية للدعوة استعداد لعدم التعامل مع أي موضوع أخ بعكس ظني أنا أن أنا كنت أفضل أن تكون أحد الجواذب التي تلجأ إليها الشقيقة الكبرى السعودية هي بحث أوضاع العالم العربي والإسلامي في المرحلة الراهنة التي يتكاثر فيها مصادر التهديد وتتعدد فيها أشكاله